بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج مذ أبصرت عيناي باحة داري حب الحسين هويتي وشعاري هذه المرة الكرامة من محافظة بابل نسأل الله سبحانه وتعالى لأهلها الأمنة والأمان وخدمة أهل البيت عليهم السلام تقول هذه الفتاة الزينبية المتعلقة بأذيال أهل البيت عليهم السلام في كل حياتها تقول تربيت في عائلة بحمد الله عز وجل يخدمون أهل البيت عليهم السلام وكذلك في العائلة الاحترام والتقدير المتبادل بيننا جميعا والدي تعب على تربيتنا كثيرا وأمي سهرت علينا كثيرا كي نكون بنات صالحات وأولا صالحين النتيجة من الأخير عندما كبرت ويعني بمعنى تهيأت للزواج وأصبحت مؤهلة للزواج جاء أو جئنا عفوا جئنا خالاتي إلى البيت وكانت إحدى خالاتي تريدني لولدها يعني لابن خالتي وكانت أمي تعترض اعتراضا شديدا لأن ابن خالتي ليس على طبعنا وليس على ديدننا وليس فيه شيء يناسبنا أبدا لذلك أمي رفضت خالتي الأخرى قالت لا بأس إذا أنت ترفضين فلان إذن اجعلي ولدي يتخذ من ابنتك زوجه كذلك أمي رفضت وقالت أنا غير موافقة صراحة صراحة تربيتكم أو تربيتكم نعم لأولادكم تختلف عن تربيتنا لأولادنا وأنا أعرف ببناتي بناتي يعني يهتم من كثيرا في مسألة الصلاة يهتم من كثيرا في قراءة القرآن يهتم من في العبادات لغير ذلك وهذه الأجواء ربما لا تناسبكم وأنتن أخواتي ولا أريد أن أخسر من كنا أحدا أبدا لا أريد أن أخسر واحدا من كنا أبدا لذلك فلتبقى على قتنا طيبة فيما بيننا وبينكم لماذا أنتم تلحون علي في كل مرة تقومون بزيارتي إلا تزوجين فلانا من بنت فلانا أو بنت فلانا أو بنت فلانا هذا ليس بصحيح الزواج ليس فيه إكره والزواج ليس فيه إجبار وأنا سألت كثيرا ابنتي ابنتي لا تقبل على اعتبار بأنها أبناء خالاتها هي تعرفهم جيدا لأننا أهل ويعني جميعنا يدخل على الآخر وهي ترى منهم ما لا يليق وتعرف عنهم ما لا يليق هذا الكلام كان مؤذيا كما تقول لجميع خالاتي تأذين من الكلام اعتبرنه قاسيا مهينا لهن جميعا زعن على أمي واتفقن بأن لا يأتين لزيارتها أبدا لا بأس تقول لا بأس الإنسان الذي لا يريد أن يستمع لقولك وأمي قد رفضت أولا أولا بذوق وبلا باقة ولكن هذا الإلحاح المستمير يوصل الأمر بأنك تقول لماذا أجواءكم البيتية لا تلائم أجواء بيتنا وأنا لا أريد لابنتي أن تعيش في عذاب أو ابنكم أو ولدكم يعيش في مسألة عدم الرضا على الزوجة وهي تفتعل معه مشكلات وربما يصل الأمر إلى الطلاق فلماذا نحن نفسد حياتهما ومن جانب آخر نفسد علاقتنا كأهل وأقارب وأخوات لغير ذلك انتهى الأمر كما تقول لم ينتهي في يوم من الأيام سبحان الله أصبح كل من يأتي إلي ويريد أن يخطبني وتقول أنا بنص العبارة تقول أنا بحمد الله عز وجل فتاة جميلة ونحن معروفين يعني في مسألة الجمال كبنات وكذلك أخوتي وسيمين جدا وكذلك من ناحية الثقافة بحمد الله خريجين جامعة من ناحية الأخلاق عباء وحجاب متدينون ملتزمون ولكن سبحان الله كل من يأتي إلينا بمجرد أن يدخل إلى بيتنا بعد ذلك لا يأتي بعدها أبدا انتهى الأمر لا يأتي بعدها أبدا مرة مرتين ثلاث أربع مرات ومن دون أي سبب يذكر وعلى أمور تافهة والاختلافات تكون على أمور تافهة لا قيمة لها أهلي يتنازلون عنها فورا لأنهم يجدون بأن الولد صالح ولا بأس به ولكن سبحان الله وصل الأمر إلى تسع مرات تسع مرات لتسعة شباب يحملون أخلاقا وعملهم جيد إلى غير ذلك ولا تتم أي زواج منهن وقع في قلبي قلت لا سمح الله ربما وصل الأمر بخالاتي أن يعملنا سحرا أو قمنا بحسدنا بشيء من الأشياء ومن الأمور الذي عطل قسمتي تماما الحسد والعين لها أثر كما ورد عن أهل البيت عليهم السلام بل يصل الأمر إلى الموت كما قال الإمام الصادق عليه السلام بأن أكثر أهل المقابر بسبب العين يتكلمون بما لديهم وبما عندهم من نعمة الله فيحسدهم فلان إلى غير ذلك ومن الحسد ما يمرض ويورث العلة في البدن أو قلت بأنهن عملنا سحرا لأن أحدى خالاتي سمعت عنها وتأكدت بعد ذلك أنها تذهب إلى بيت فلانة التي هي عبارة عن ساحرة ومشعوذة ربما فعل الشيء كيف أنا يعني تقول كيف أعرف ذلك لا أستطيع أستحب أن أكلم أمي بهذه الصورة وأخشى بأن تزعل علي لأن أمي لا تقبل لهذه الدرجة بأن أتكلم عن خالاتي فسكت واحتسبت الأمر وفوضت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى يوم من الأيام تتصل كما تقول إحدى بنات خالاتي بي وتحاول قدر الإمكان ماذا؟ أن تقنعني إقناعا جبريا بأن أتزوج من أخيها وأخي سيفوتك وأنت فتاة لا نريد أن نفوتها أبدا وستكونين بعائلة جيدة ونحن أولى بك من غيرك إلى غير ذلك من هذا الكلام وأنا كنت أتلطف بالكلام معها وأرفض وإذا بها ألقت كلمة علمت أن هناك سحرا في الموضوع فقالت إذا ما دام قد رفضتي لن ترين الزواج أبدا لن ترين أطمئني كل من يأتي إليكم لن يقبل بكم أبدا هنا وقع في قلبي بأن خالة الفلانية هي التي قد عملت السحر كما أنا ظننت في الأول هنا أخبرت أمي وقلت لها بأن خالتي الفلانية قد عملت لي سحرا وقد عطل قسمتي تماما فقالت كيف عرفتي فأخبرتها بالأمر فاقتنعت وقالت بأن خالتك لديها سوابق في هذا الأمر ماذا نفعل نحن لا نعرف السحر أين وكيف يفك السحر هذه الأمور ليست في بيتنا لم نتعلم عليها ولم نذهب لأحد عليها أبدا فوقع في قلبي بعد بكاء شديد في ليلة من الليالي بأن أتوسل بالله عز وجل وأتوجه إلى صاحب الزمان سلام الله عليه لأن صاحب الزمان سلام الله عليه هو إمامنا الإنسان يفر إلى إمامه الإنسان يلتجئ إلى سيده ومولاه نحن نعمل ونحن عبيد عند سادتنا وهم سادتنا ونحن عبيد عندهم والعبد يرجع إلى سيده إذا ما وقع في مشكلة يرجع إلى سيده وهو الله عز وجل ويرجع إلى سيده وهو صاحب الزمان سلام الله عليه وقع في نفسي بأنه في الليل أقوم بالتوسل بصاحب الزمان سلام الله عليه فماذا فعلت؟ أخذت القرآن الكريم وبدأت أقرأ سورة الإنسان هذه السورة التي تتكلم عن فضائل أهل البيت عليهم السلام عن فضيلة علي وفاطمة والحسن والحسين وهذا ما يحبه أهل البيت عليهم السلام إظهار فضائل علي بن أبي طالب إظهار فضائل السيدة فاطمة الحسن والحسين عليهم السلام أو عليهم السلام قرأت سورة الإنسان أربعة عشر مرة وسورة الإنسان سورة عظيمة وثابتة فيها الولاية لأهل البيت عليهم السلام ويحبها محب علي بن أبي طالب عليه السلام كثيرا لأن فيها كرم علي مولانا وكرم السيدة فاطمة وكرم الحسنين هنا قلت له بعد قراءة سورة الإنسان وعندما جاء في قوله تعالى في مضمون الآيات ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فقلت له يا سيدي يا مولاي يا صاحب الزمان أنا اليتيمة التي كيف أخرج من هذا الأمر نحن اليتامة أنت أبونا في هذا الزمان ونحن عندما لا نراك البنت عندما لا ترى أباها فهي يتيمة يتيما وأسيرا ومسكينا وأنا المسكينة أيضا في حالة هذه أنا امرأة فتاة مسكينة لا أستطيع أن أدفع عني هذا الأمر لا أستطيع أن أجلب نفعا لنفسي ولا أدفع ضرا عن نفسي وكذلك أسيرا بما تفعله خالتي بي أصبحت أسيرة هذا السحر أسيرا مقيدة بهذا العمل الذي لا يرتضيه الله سبحانه وتعالى فتكرم علي فتكرم علي بكرمك وجودك كما تكرم علي بن أبي طالب وأجاد على هؤلاء المساكين واليتامة والأسارة تكلمت بهذه الكلمات قرأت سورة الإنسان 14 مرة وأهديتها لصاحب الزمان وتكلمت بهذه السورة بأني اليتيمة وبأني المسكينة وبأني الأسيرة وقد طرقت بابك كما طرق هؤلاء باب جدك علي بن أبي طالب عليه السلام باب جدتك فاطمة باب الإمام الحسن والحسين وهم كانوا صائمين جوعا الأطفال كما جاء في الروايات الإمام الحسن والحسين من الجوع كانوا يرتجفون كفراخ الطير وكل هذا وأعطوا طعامهم لمدة ثلاثة أيام ولم يردوا سائلا أبدا وأنا سائلة ببابك يا صاحب الزمان وقفت ببابك وأنت صاحب الزمان وعند الليل سبحان الله كأني في عالم الرؤية وقفت عند باب بيتنا وأرادت خالتي أن تدخل إلى بيتنا وأن تضع في يدها رأيت في يدها ورقة وقد خيطت بثياب لا غير ذلك علمت في قلبي بأنه سحر أرادت أن تدخل إلى بيتنا وإذا بصاحب الزمان عليه السلام يقف فورا في باب بيتنا ونظر إليها نظرا فإذا بها تجمدت في مكانها ولم تستطع بعد ذلك أن تخطو خطوة نحو بيتنا أبدا أن تدخل فيه مرة أخرى وضع يده على الباب كي لا تدخل أبدا وإذا بها تفتح عينيها بشكل واسع وترتجف في عالم الرؤية وترجع إلى الوراء قهقريا ترجع إلى الوراء وبعد ذلك تقوم بالذهاب إلى بيتها التفت صاحب الزمان سلام الله عليه إلى بيتنا ورفع يده سلام الله عليه وإذا به يلوح بها على جميع البيت من يمين البيت وبدأ يمرر يده على البيت كله من يمين البيت إلى شماله هكذا وكأنه قد حصنه تحصينا وكذلك أمات كل ما فيه من سحر وحسد وبغض وكراهية من قبل خالاته إلى غير ذلك وكأنما قد أشار بيده بأنه كأنما يعني كالشخص الذي ينظف قطعة من الزجاج نافذة كأنما ينظف نافذة زجاج أخذ بيده من اليمين إلى الشمال يعني من يمين بيتنا إلى شمال بيتنا طبعا الرسالة طويلة وأحاول أن أختصرها تقول جلست عند الصباح وكأن همّا كبيرا قد انزاح من على صدري وسبحان الله قلت لأمي في الرؤية التي رأيتها وقلت بأن السحر قد ذهب وصاحب الزمان عليه السلام سيشغل فلان من خالاتي بنفسها لن تعود أبدا لأنه قد منعها من الدخول وسبحان الله وقعت في مرض لا يحسد عليه شغلها بنفسها طوال عمرها وهذا هو جزاء الذي يعمل بالسحر ويؤثر على بيوت الآخرين وعلى مصير الآخرين ويريد أن يؤذي الآخرين وقعت خالتي بمرض بقيت طوال عمرها مشغولة بنفسها وكذلك بحمد الله في نفس الأسبوع تقدم لي سيدا من السادة شابا وسيما بحمد الله ولديه مرتبة علمية في إحدى الدوائر الحكومية وتزوجت منه ومن عائلة طيبة لديهم أخلاق ولديهم تربية وانتقلت في العيش معهم ولم يفرق يعني ولم تفرق عندي أجواؤهم عن أجواء بيتي أبدا بل إذا ما نسيت مستحبا هو ذكرني وإذا ما نسي عبادة أنا قمت بتذكيره وهكذا عشنا على حب الله عز وجل وحب أهل البي سلام الله عليهم أجمعين ولولا صاحب الزمان لبقيت على ما أنا عليه برنامج صباحات ولا أيامين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهم السلام